السلام عليكم النهاردة معادنا مع ريفيزيون جديدة يلا نبدأ علشان ما نعطلش بعض المثال الأولاني بيقول لي غوبا صون ديليسيو غوبا صون ديليسيو طبعا من شكل الفرب هنا بربعات ربصان يبقى الجملة جمع يبقى إذن كلمة غوبا هنا في الجمع يبقى إذن أنا أستبعد عندي أستبعد الس والست والست يبقى أنا ما عنديش غير مين غير سي يبقى أنا لو حلتها بالاستبعد هستبعد كل المفرد ويبقى عندي مين عندي سي طيب نيجي نشوف بعد كده طيب لو عندي لو نجعنا تاني للمثال قوانع كلمة غوبا حرف الاس أصلا حرف أساسي في الكلمة طيب أنا عايز لو هنا عندي هنا برب غوبا إيه دي لسيو على نفس الكلمة دية طيب أخطر ما بين إيه؟ أخطر ما بين سو ولا سات ولا سات طبعا هنستبعد اللي في النص علشان كلمة غوبا بتبدأ بحرف ساكن فإذا هنستبعدها لإن سات بالسي هنا بتبقى للمفرد المذكرة لما بدوء بحرف فيال أصبح عندي الاختيارات ما بين سو وست طبعا هنستبعد سي لو كانت الفرب عندي هنا في صيغة المفرد طيب أخطر إيه؟ سو أنا ناسي الكلمة دية خوبا سواء ماسكولان ولا في ميناء أبص على الأجكتيف اللي عندي انتهت بالإيكس يبقى إذن الصفات اللي بتنتهي بالإيكس بتبقى في صيغة الماسكولان يبقى ساعتها هاخطر س يبقى لو كانت الجملة هنا على المفرد هاخطر س الجملة زي ما هي عندي هنا على البلوريال يبقى أخطر س نشوف المثال اللي بعده إيهار اللي فيه passé شي لو دكتور الاختيارات اللي عندي طبعا زي ما هو واضح إن الجملة عندي فيها إيهار يبقى دايما الجملة فيها دلالة زمن طيب طالما بسي كومبوزي أستبعد مين؟ أستبعد طبعا فون يبقى أنا كده استبعدت واحدة طيب أنا دلوقتي عايزة أخطر ما بين الأوكزيليار أفوار أو الأوكزيليار فرب أتر أون ولا صون ولا سوسون طيب إحنا عارفين إن فرب بسي بياخد الاتنين ممكن ياخد أفوار وممكن ياخد أتر طب أنا عندي هنا أتر مرتين عندي صون وعندي كمان سوسون سوسون لو كان الفرب طبعا زو ضميرين أنا عاربي فرب بسي وعندي فرب سوا بسي بس المعنى هو اللي هيفرق سوا بسي هيكون بمعنى يحدث طب هنا الجملة ما بتدلش على إن في حدث إياه لي فيه بسي شو لدكتور معناه إنه ما ذهبوا عن ضد الطبيب يبقى إذن أنا ما عنديش المعنى بتاع يحدث يبقى أستبعد كمان سوسون يبقى إذن الاختيار دلوقتي معادي مع سون أو سون طب كنا مع فرب بسي بنختار أفوار كنا نختار أون لو كانت بمعنى يقضي طيب أعرفها إزاي لو كان فيه في الجملة دلالة على زمن طيب لو الجملة بسي بمعنى يمر أو يذهب يبقى بنختار فرب أتري كمساعد طيب أعرف منين إنه هو بمعنى يذهب لو أنا عندي بعد بسي حرف الجر الشي أو حرف الجر الباغ يبقى هنا في الحالة دي حسيمت إلى سون hier le fille s'en passé chez le docteur كده فهمنا كويس؟ تمام نشوف المثال اللي بعده mon frère a très mal zieu أنا محتاجة حرف جر علشان كلمة mal وكلمة zieu طبعا أنا بختار حرف الجر على أساس الكلمة اللي بعد النقط لو كانت الكلمة اللي بعد النقط مبدوقة بحرف متحرك وهي في المفرد يبقى آل لأبوستوف لو كانت مذكر يبقى أو لو كانت مؤنس يبقى آلا لو كانت لعيال يبقى أو يبقى الاختيار عندي شطرين برافو سمع اللي بيقول أو هنا علشان zieu في البلعيال تمام يبقى mon frère a très mal aux yeux نشوف المثال اللي بعده tu am saison de l'année هنا ده سؤال بيسأل عن الفصول اللي انت بتحبها طب أنا عندي كل الأدوات اللي بتسأل عن أي cal 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 نراجع كده تاني بسرعة cal اللي فيها l و s 1 اللي اللي واحدة و s قصدي يبقى di للجامعة المذكر cal double l avec s يبقى للبلورية الفيميناء cal double l في السنجليer يبقى للفيميناء السنجليer cal L واحدة يبقى للمسكران سنجليer طيب أبص هنا على كلمة saison اللي ايبقى بنتهي بحرف ال s يبقى استبعيد كال الأخيرة واللي قابليها كمان يبقى أنا الاختيار عندي بقى محدد ما بين الاثنين الأولانين طيب هي كلمة سيزون يا جماعة كانت مسكولان ولا في منا نفتكر مع بعض سمع حد بيقول الفصول مسكولان تمام الفصول مسكولان كأسناء زي لتة، لطن، لفر، لبخنتان أسماء الفصول هي اللي مسكولان لكن كلمة سيزون إن سيزون فصل إذا أنا هختار كالي دوب لأل لعافك أس يبقى تو أم كال سيزون دولاني انتا بتحب أن يبصول في السن يتوفق اللي بعد موسيو فوزات انكالاني طبعا هنا عندي الفو وعندي البرب في البلوغيال كتير جدا أول ما يشوف موسيو وفو وقات على طول هيقول بلوغيال ماسكولان يا مادام هيختار الأولانية لا بس استنى هو هنا موسيو مفرد ولا جمع؟ تمام مفرد الفو هنا بقى بتعمل إيه؟ بغافو برافو عليك الفو هنا للإحترام يبقى أنا هحطي الأدجيكتيف هنا على أساس مين؟ على أساس موسيو مش على أساس الفو ولا على أساس الات يبقى أنا بتكلم على المسيو يبقى المسيو سانجولي ومسكولان يبقى أختار ني ني طبعا ناخد بالنا نقول اللي قدامنا ده بيتنطق بنفس النطق ني 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 لكن الأولانية للجمع المذكر اللي جنبيها للجمع المؤنس اللي بعديها للمفرد المذكر والأخرية للجمع المفرد المؤنس طيب نشوف المثال اللي بعده إيه لبخوف دو فرانسي هنا في آداتي استفهم مفروض نحطها الأدوات اللي قدامي أختار منها أس ك ك كمان أو كل الأدوات ديات أدوات بتسأل عن حاجة طب أختار بنائنا على إيه؟ أشوف بقية الجملة أنا بجاوبة بإيه؟ إيه ليه سيمبا سيمبا هنا عبارة عن كاراكتار عبارة عن صفة من الصفات اللي بتوصف البخوفيسور يبقى أنا عايزة أسألك عن رأيك فيه أو أوصفهولي يا جماعة يبقى أنا عندي الأداة اللي بتسأل عن وصف الأشخاص هي كمان طيب تمام شوف اللي بعده وفات يوغا وفات يوغا وفات يوغا طيب تمام أنا دلوقتي عندي الفرب بتاع الجملة مين الاختيارات الأول نبص عليها كده دو دولار أو دو تمام استبعيد مين استبعيد الأول طب ليه نستبعيد الأول لأن الفرب فر ما بياخدشي القاب بأشكلها يبقى ديها هنستبعدها يبقى عندي الاختيارات دو دولار دو تمام طيب نستبعد مين كمان نستبعد الض طب ليه يا مدام نستبعد الض لأن الدو في حالة النفية طب إذا استبعدت تثنين طيب تمام يبقى أنا عندي بختار ما بين الدو والدولار اه اتبقى عندي هنا ايه يا تارى يوجا دي مذكرة ولا مؤنسة تمام برافو عليك يا مسكولان يبقى دي يوجا طب حدي وليه طب ما فيه ايه مو فيال وليه ايه جغاك في فيال لا ما بتأثرش معايا طالما ما أثرتش على النطب يبقى الاختيار عندي دي طيب نبص على المثال اللي معينا هنا بيقول لي مو بيدي فغير لما سول طبعا هنا اللي اختيرات اللي قديني كلها بتتكلم على برب السولافي اللي هو بمعنى يغسل طبعا بنستبعد سولافي لان هنا الانفينيتيف والعايزة محتاجة فعلي متصرف طيب يبقى الاختيارات عندي ا و ب و س طب اختار على اساس ايه على اساس الفاعل بتاع الجملة بتاعتي مون بتي فغير لو انا شفتها يديني البرانوم إلا يبقى اذا اختار لها على طول سولاف مون بتي فغير سولاف لما سول معناها اخوي الصغير بيغسل ايديه لوحده نشوف المثال اللي بعده المثال اللي عندي هنا بيقول لي المفروض ان انا اكمل هنا بادجيكتيف بصفة من صفات الالوان اسكو تي او ان ستيلو يا ترى هنا اختار غوج ولا فاغت ولا فاغت ولا غوج طبعا من غير ما نفكر عندي هنا ان ستيلو يبقى على طول نختار له غوج لانه غوج الاولانية طبعا في البلوغيال وانا عندي هنا ان ستيلو بدي انا مش محتاجة تفكير طب حد ده يسأل طب ما اختارناش في اغتليه اقول له بص على الكلمة اللي قبل الاس ايه يبقى في الماسكولا يبقى غوج هي اللي تنفع مسكولا وفي ميناء نشوف المثال اللي بعده ماريون فاغ او كلوب سول ماريون بتروح النادي بمفردها ده سؤال هنا نو قال فاغ اوكسي كوبين لأ هي بتروح مع اصحابها يبقى انا عايزة هنا في مكان النقاط بخنوم بخسونال بدل مين غفو بدل كلمة كلوب طالما كلمة كلوب اسم المكان وكمان مبدو بسبوه بحرف جر ومعايا كمان فيرب قلي يبقى انا ما عنديش في الاختيارات غير الاجرك يبقى نو أليفا افكسي كوبين ده بتروح النادي مع اصحابها هنا الجملة الركاب في القطر انا محتاجة تصريف فيرب يركب او يسعط طبعا هاختار بردك بالنسبة للتصريف أبص على السجي الباساجي بتستبدلها بمين بنستبدلها بقيلة بك اس يبقى بنختار الفرب اللي دينتي بالانت انا محتاجة تصريف انا محتاجة تصريف انا محتاجة تصريف للمسال اللي قديني النيا دون سورستان لا يوجد في هذا المطع انا عندي الاختيارات اللي قديني سوفان و بخسون و جامي و بلو طبعا قبل ما افكر خالص هستبعد كلمة سوفان لان هي دي في الجملة الافرماتيف مش في الجملة النغاتيف انا عندي الاختيارات بخسون و جامي و بلو طب هنا النيا لا يوجد منطق غداية اما لا يوجد احد اما لا يوجد شيء يبقى اذا كمان استبعد جميل ان جميل بتنفي للزمن جميل بس اطلاقا او كلمة بلو بردك بستبعدها يبقى عندي كلمة النيا بخسون لا يوجد اشخاص او لا يوجد احد هل انت بتحط لبن في القاك او في الجتو الاجابة و جمي لي كدو هنا هنلاحظ ان الجملة عندي فيها ك و دو و عندي الفرب مي اذا انا محتاجة كلمة دل على مقارنة الكلمة الوحيدة اللي بتدل على المقارنة هي كلمة اوتون دو لان كدو لا مش انا عندي ك ما ينفعش يبقى ك مرتين لكن انا عندي هنا الكلمة المقارنة اوتون دو اما كلمة بو كو دو فبيجي بعديها كمية بو كو دو ثلو بي مثلا او بو بردك بو دو سكر بردك بيجي بعديها كمية لكن انا عندي الجملة هنا فيها مقارنة دي الجملة الاجابة الوحيدة اللي فيها مقارنة من ربي كون شفالي كو خس اشات ويل لما تيجي تعمل شوبنج اشتري معاك زيت تمام عندي الاختيارات دو الابوستروف و دول و دو و دولار طب انا هاختار على اساس ايه طبعا انا عندي اختيار نمر بيضة غلط جدا مفيش حاجة عندي اسمها في اللغة الفرنسية دو و لو يبقى دين استبعدها فالاختيارات عندي اما دو يدو لا يدو الابوستروف طيب انا عندي هنا اويل مبدوقة بالاش موي الاش اللي هي متة 12 ووراها او منطوقة اويل يبقى طبعا بعملها معاملة الفيال يبقى باختر لها دو الابوستروف يبقى دو الويل المثال اللي معاي هنا بيقول تشفجي كافي تحب قهوة او تريد قهوة هنا بيقول ميرسي جو بوا دي كوكا انا بشرة كوكا يبقى هو هنا نفى ولا اثبت طبعا نفى يبقى نختار نون نشوف المثال اللي بعده هنا يعني قصة سندريلا هي قصتي المفضلة انا بحكيها لأختي الصغيرة طب انا بحكي مين بحكي استوار القصة في ناس قالك مو يبقى مسكلان استوار يبقى نختار اي بقى طب انا ما عنديش حاجة للمسكلان هي استوار ما هياش مسكلان بس كده على الادجكتيف préfيري هتلاهي فيها او الفيمنار يبقى استوار في ميناء يبقى نختار لها إلا طب حد قال لي طب ليه ما نختار ش لوي لوي وهو لوي دي للعاقل وانا بتكلم عن استوار يبقى ما ينتعش نشوف المثال اللي بعده سي لشومبر دو فريد دي غرفة فريد الإجابة وي سي شومبر آه دي غرفته طبعا حدا يقول لي ايه نختار ايه صن عشان فريد لا طبعا انا بختار السا او الصن حسب الكلمة اللي بعد النقط طب شومبر مسكلان ولا في ميناء ما يعمل عندك هنا وفي المثال لشومبر يبقى وانتا مغمد على طول تختار مين سا طب صالي مش مالي مثلا ولا طالي لانا بتكلم عن فريد كاسكو تش كومس بو انا عندي الفربات عندي فط وفي وجو وجو طب استبعد ايه استبعد فرب جو طبعا ليه لان كلمة سبو ما تاخدش فرب جو امال بياخد ايه بياخد فرب فار تمام جدا يبقى عندي تش يبقى اختار لها ب هنا المثال عمعينا بيقول لي نمانج باتو لغزان تان فرير ف ما تاكلش كل العنب علشان اخوك عايز عنب زيك طيب كتير جدا اول ما هيشوف ل قبل كلمة غزان خايختار ل لكن انا عندي هنا المثال النقط اللي قدامي عندي فرب يريد انا عارفة ان انا بختار اداة المعرفة قدام اي شيء لو كان انا عندي فرب غير كده لو هنذكر الطعام او الشراب مع فرب تاني غير اللي انا ذكرتهم دول يبقى المفروض ياخد اداة من ادوات التجزئة طب انا هعوض عن مين هعوض عن الغزان طب انا الفرب اللي عندي مين ما هوش من افعال الميول يبقى اذا البرنام وانا مغمط يبقى مين يبقى نشوف المثال اللي بعده يعني اصحابك معهم شكرسات سلفهم اوراق عايز انا هنا اعوض عن ايه اعوض عن الزملاء او عن الاصدقاء يبقى المفروض ان انا اقول سلف زميلك بعض الاوراق يبقى انا هعوض عن مين هعوض عن الزمي يعني سلف اصدقاء يبقى على طول عندي مين البخنوم بخسونال لي نشوف المثال الاخير هنا انا عندي السجي سارة وناتالي وكمان الجملة في الباسي كومبوزي علشان كلمة ايه طب اللي تنين دول ايه بلوريال وفنفس الوقت في ميناء يبقى كأني بقول ال يبقى هنستبعد نميروسي علشان هي في المفرد وهنستبعد دي علشان هي بتعوض عن النوم هيبقى عندي الاختيار ما بين ا وما بين ب طب ناتالي وسارة كده في ميناء يبقى خلاص استبعدت ال ا وبقى الاختيار عندي نميروسي سانتالي اشوف كل حلقة الجاية ان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتم معانا اغفوار اشتركوا في القناة